ويبقون يصيحون يصيحون ويثبتون ويخلقلون خطاب متوتر بلغة تحريضية فجة وألفاظ بذيئة لا تتناسب مع المناسبة الدينية التي جاء الخطاب فيها ذهب زعيم الميليشيا بعيدا هذه المرة وهو يعدد الجهات التي تمثله تهديدا لجماعته وسلطته مرسلا أوامره في كل الاتجاهات للتصدي لهذه الفئات وهؤلاء الأعداء الذين يصفهم تارة بالقذيرين الملعونين وتارة بالخوانة المسوخ بدأ زعيم الميليشيا كالعادة مع من أسماهم التكفيريين الذين جاءوا لإخراج اليمنيين عن مذهبهم الأصلي موجها خطابه لمن يعتقد أنهم أتباعه من سكان المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا وحليفه المخلوع صبا مزيدا من الزيت على نار الطائفية والمذهبية التي شعلتها حروبه منذ انطلاقها العلماء الحقيقيين في هذا البلد والمثقفين الصادقين المستنيرين وخطباء المساجد أن يحموا هذا الشعب من هذا الفكر المسخ من التكفيريين وثقافتهم الضالة والباطلة لأنهم يمسخون بها ومسخوا البعض من أبناء شعبنا بها اتحدث زعيم الميليشيا عن التكفيريين المسوخ الذين يقتلون إخوانهم اليمنيين متجاهلا ما يفعله هو ميليشياته التي لم يقتل أحد اليمنيين كما فعلت ثم ينتقل لجهة أخرى وهذه المرة كان الهدف مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بكافة وسائله التي تستهدف عفة الشعب وشرفه كما يقول وهي خطوة تنبيئ عن تحرك جديد لإغلاق هذه المواقع بعد جملة من التطيقات والحجب التي طالت الصحافة الإلكترونية خلال العامين الماضيين اليوم هناك حرب كبيرة ومنظمة وتشتغل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتشتغل أيضا في المناطق في المدن عبر شبكات للإفساد المنظم شبكات منظمة تسعى إلى إسكاة الشباب والشابات في الدعارة يتواصل مسلسل التحريض وهذه المرة يصل إلى ما لم يكن في الحسبان مع عهد تعليم اللغات الأجنبية والتي اتهمها بنشر الاختلاط وتعزيز روابط خارج إطار الروابط الشرعية تنفيذا لما أسمه مؤمرة خارجية على هوية الشعب اليمني وثقافة المحافظة كما يقول داخل هذه المعاهد يبدأون ببرامج تساعد على الاختلاط الفوضوي وتعزيز الروابط خارج إطار الروابط الشرعية ثم تزداد هذه الضوابط ثم يدخلون إلى المسخ تحت العنوان الحضاري والتقريب لشبابنا وشاباتنا ليعود بعدها زعم الميليشيا لا ما يبدو أنه الهدف الرئيس من خطابه التحريضي متحدثا عما أسمه الطابور الخامس أبواق العدو الذين يلهون اليمنيين عن مواجهة ما يسميه عدوانا خارجيا وهي إشارة إلى تحركات الموظفين الذين يطالبون برواتبهم من منقطعة وربما تكون وجهة نحو الناشطين والإعلاميين التابعين للرئيس المخلوع الذين بدأت أصواتهم تعلو في الحديث عن تجاوزات حليفهم وهو يشقل بعض أبواقه في الداخل التي تبقى دائما تصيح وتصيح وتصيح بأعلى أصواتها كأبواق لصالح الأعداء بقضايا أخرى كل هذا في خطاب واحد وهما يشير لانتقالة جديدة في مساعي ميليشيا الحوثي نحو إحكام سيطرته على كل شيء في المناطق التي تقع تحت سلطتها وتعزيز تلك السيطرة عبر تبني خطاب قائم على بعث الفوارق المذهبية وتعزيز المخاوف من الانفتاح على العالم على نحو يؤكد أن النموذج الذي يسيطر على مخيلة هذه الجماعة لن يخرج إطلاقا عن أحد مسارين التجربة الإيرانية والعهد الإمامي إن كان بينهما ثم تختلاف ترجمة نانسي قنقر